السلام عليكم اليوم عندنا مجموعة من العناوين العربية الحديثة لبرنامج أدوي بريمير فرو اشتركوا في القناة 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 تلقائياbiesوف اختار نص المعين اشتركوا في القناة وانتي النص 1 اسحبه على time طبعا لازم يكون لدينا سيكونز فحاليا الناس رح يكون عندي بهذا الشكل اول شي اعدل الحجم مثلا اضغط علي مرة واحدة بعدين رح اروح على تغيير المكان تغيير الحجم بعض من هذه المميزات ما موجودة بالاصدار 2018 فتغيير المكان والحجم ممكن تعدله على افاك كونترولز فلو اريد تغير الحجم عندي تغيير الحجم هنا ممكن ازوده يكون عندي بهذا الشكل ممكن يكون ايضا عندي تغيير المكان حركه يمين او يسار او حركه اعلى واسفل على حسب ما اريد وعندي ايضا تغيير النص نفسه مثلا النص واحد لو جيت عليه مكتب عليه النصوص عربية هنا فاني ممكن اكتب حسن المزوري مثلا وانقر عليه مكان فارغ رح يصير حسن المزوري نوع الخط ايضا بس اصدارات 2017 و2020 يقدروني غيرون لانه 2018 ما كانت في هذه المميزات فانقر على اسم الخط واختار الخط اللي اريده بعدها ننزل الاسفل عندنا size اللي هو الحجم 80 ونفس الوقت تقدر تحكم بالحجم من هذا المكان تحكم بمكان النص الاول فقط فاني ممكن بس الاول احركه يمين يسار على حسب ما اريد ممكن اعلى واسفل ايضا على حسب ما اريد وعندي هنا النص رقم 2 ايضا ممكن اغيره مكتبي هنا اكتب قناة دروس مونتاج وانقر عليه مكان فارغ صارت في هالشكل وانزل الاسفل عندي لون النص واحد واثنين فاني ممكن اول واحد اختار لون مختلف اثنان بهذا اللون بعدها انزل الاسفل عندي لون الخط في خطوط تظهر لما يطلع النص اللي هي هذه وهذه فاني ممكن ثنائتهم اغيرهم والابيض مثلا والثاني اخلي بهذا اللون مثلا فراح يكونوا عندي بهذا الشكل حجم الخط اللي هو هذا الخط نفسه ممكن اغيره هالشكل طبعا لاني كبرت الشاشة كثير او كبرت النص كثير فتقريبا اختفوا عندي فاني ممكن ارجع تغيير الحجم فالحجم هالشكل يكون وبعد اغير بالخط ارجع الخط حجم الخط مثلا نكبره على الشكل حيصير اكبر هذين ثاني نكبره حيصير اكبر زين لو جينا على تحكم بوندة النص احنا هنا انطعنا بس 17 ثانية هنفترض ان احنا عندنا لقاء معين مثلا نتكون من دقيقتين ساعتين انا ريد يكون على المدة اللي احتاجها اللي اسأوي كالأتي اول شي امشتي شوي بالماوس الى ان تظهر كل النصوص وكل شي يظهر عندي ويكون ثابت هنا انا رح اقص فراح سوي ايش رح سوي كونترول كي او كماند كي هذا قصينا اول جزء بعدين رح نمشي الان قبل ما يختفي فاني انتظر شوي الان قبل ما يختفي قبل ما تبدأ الحركة النهائية اوكي حركة رح تبدأ هنا فاني ارجع شوي فراح يكون عندي في هذا الشكل ايضا رح اعمل كونترول كي زيني هذا اللي بنص هذا كله صورة ثابتة فاني اش رح سوي انا ما رح اختارك الكيمين اختار سبيدان ديريشن لانه بالاساس هذا يعتمد على حسب المشروع الافتر ايفيكت اللي عملو فمشروع الافتر ايفيكت لو كان عشرين ثانية انت ما تقدر تزيد لو حتى عمل سبيدان ديريشن لو حتى بطأت السرعة رح يظل مثل ما هو فاللي اسوي يعني انه اخذ صورة من هذه الشاشة وتحكم بالصورة الصورة ممكن نزودها على حسب اللي نريده فحتى ناخذ الصورة نرجي على الشاشة الشاشة المعينة تحتها فيه ادوات الادات الثانية اللي هي export frame اختصار مالتها shift e فاني نقرأ لها مرة واحدة يقول للاسم شون تريده الصيغة شون تريدها وعندي المسار مسار الحفظ وعندي هذا خيار اللي هو اسمه import into project فاني ذوق الصيد صورة تلقائيا رح يضيف ليها على المشروع فاني ما اهتم بالمسار اللي موجود فيه انا اريده داخل المشروع فقط حاليا فاختار الصيغة اللي انا اريدها فاني اختار هنا اوكي بعدها قصلي صورة لهذا الجزء بعدما اقص الصورة انا هذا الجزء اللي بالنص احذفه ما اريده وبعدها هذا الجزء الثاني يخليه بالاعلى لانه يتحكمه بشي بحجم الصورة اللي بالنص فهذه الصورة اللي ادنيها هنا اخليها على التائم اللي هي هاي الصورة الثابتة فاني لو اجيب البداية شغلت النص رح يكون عندي شغال عادي بعدين رح يكون ثابت بهالشكل بعدين هنا اتحكم بالموقت اللي انا اريده مثلا يخلي هنا 20 30 40 بالشيء اللي انت تريده بعدين الجزء الثاني من الفيديو نفسه او من الانتقال نفسه راح اخليه بالنهاية وكأنه احنا اتحكمنا بالمدة لحسب ما نريد ما لنا علاقة بالبقية راح يكون عندناه هذا الشكل ان شاء الله يكون فيديو واضحتكم شكرا للمشاهدة